مسلسل بنات صالح ملخص احداث الحلقة التسعة بتبدأ بامنة قاعدة في الجامعة وبتتكلم مع نور وبتقول لها انا مش عايزاكي يندحك عليك من الاسمه كرم ده بيدحك على بنات كتير خد يبالك منه انا خايف عليك بيجي كرم وبيقعد علشان يحكي مع نور كانت متغيرة شوية من ناحيته من لايه بعد كده امنة اللي قاعدة في المكان اللي بتقعد فيه دايما في الكافاتيريا وبتطلب سحلة وبتتخانق مع الناس ومع رائف وبيجي المدير بيحاول ان هو يهدي الموقف صالح شغال جوا الكافاتيريا اما بالنسبة الكرم بيتكلم مع نور وبيقول لها انا عملتلك ايه ليه بتتحرب مني كده بتقول له انا مش بتهرب منك ولا حاجة انا بس مش عايزة امنة تعرف علاقتنا مش عشان خاطر يعني حاجة بس عشان خاطر احنا لسه برضو العلاقة اللي بنا مش قوي لسه ما تعودناش على بعض قال لها انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه هعملك يا ستي كأني معرفكيش بس هتحجك دايما عشان اكلمك جوا الجامعة بتقوله طب يلا بينا وبيدخلوا على الكافاتيريا اللي متعودين يعودوا فيها اول ما بيدخلوا بيتفاجئوا بوجود امل وامنة جوا الكافاتيريا بيجي اتصال لنور من سارة كانت موجودة في البيت عندهم وبتستأذن علشان تروح كلم مرمم بيروح علشان خاطر يوصلها نور بتقوله خليك وامنة بتقوله اقعد معانا شوية قال لها انا وراي حبت حاجات لازم اعملها وبيسيبها وبيمشي بالنسبة لسيف كانت معاي ريم ويكانوا على البحر وبيقول لها شايفة ستر هناك دي يمكن تطلع زي يمكن تطلع عندها زهايمر ولا حاجة وطبعا كانت بترقبهم رحاب بيروح علشان يتكلموا مع الست بيقول لها عفوا احنا بس بنشبه عليك ريم بتقوله انا كنت فاكراكي فاتن اسمك فاتن قالت لها ايو انا في عدن اسمي فاتن قالت لها انا بس انا بقول على واحدة تانية اسمها فاتن وعندها اولاد قالت لها انا برضو عندي اولاد وبيتحرجوا جدا وبيمشوا والحاب مرقباهم من بعيد نور بتتكلم مع سارة اللي كانت بتنرفزها جدا من لعب رنة وبنتها تالة مع بعض وبتقول لهم اطلعوا العبوا في القوضة بتاعتكم وبلاش واش حواليا وكانت متضايقة ومتعصبة ونور بتقول لها في حاجة قالت لها جوزي متغير معايا كان في البداية بيشجعني ان انا ادخل المجال ده وان هو حيساعدني ويدعمني لكن اول ما قلت له ان فيه ايميل جالي وان فيه شغل وفيه كاستنج عاملني وحش انا متأكدة ان مش هو اللي بيعملني كده اكيد ظهور هي اللي خلته يعمل معايا كده صالح بيتكلم مع ناصر ناصر اللي كان زعلان منه بيقول له ايه اللي قديب بيقول عليه ده بيقول له قال ايه وكان مغضوط بيرد ناصر وبيقول له قال يعني مش عايز تاكل هنا رده وقال انا اكل حاجة ادفع فلوسها قالوا لا احنا عندنا ان عمال كلهم والموظفين بيأكلوا على حسابني هنا ولازم تبقى زيهم ما تبقاش كده وبييجي قديب وبيقوله انا اسف ان انا قلت له لكن انت بين عليك طيب جدا واحنين وفي نفس الوقت حاسس ان انت فيه جرح غويت جدا وحاجة بخليك دايما حزين بالنسبة لسعيد موجود في المستشفى وتعبان كالعادة ومش بيتكلم لكن بتيجي الدكتورة وبتطمن ابنه وبتقول ان هو بينادي على واحد اسمه صالح قال ما عرفش حد بالاسم ده يمكن يكون صاحبه قديم قالت له عمتا فيه تحسن بسيط في حالته بيروح ويقعد جنب ابوه اللي دايما بيعايت وبيفكر في صالح صالح بيتكلم مع سعيد في ان هو اتعين في المكان ده ومرتاح فيه جدا وان الناس كلهم بيحبوهنك في الشغل لكن فيه واحد اسمه رائف بيعامله وحش قال له معلش اكيد غيران منك ظهور عندها واحدة اسمها النودة بتضيفها وبتتكلم معاها وبترمي الكلام طبعا على صارة وبتقول انتي كده ستة بيت وكويسة المفروض تتجوزي جوزك حيبقى محظوظ بيكي بتيجي طبعا صارة وبتبقى متدايئة من وجود الستة دي وبتنادي على ثلاغ وبتقولها طلعي فوق وبتقوله ظهور ما ينفعش كلام اللي انت وبتقوله ده قدام البنت خاصة ان ظهور كانت بتقول لها النودة دي عن اختها وبتقولها هتولد امتى وطبعا عمالة بترمي الكلام موحش على صارة وان هي من ستة بيت ولا بتشتغل كويس في البيت ولا تعرف تعمل حاجة وطبعا صارة كانت ندايئة جدا من حكيهم مع بعض بيسلموا على بعض كده من غير نفس هند وصارة وصارة بتسيبهم وبتمشي بالنسبة لرائف اللي بيحاول ان هو يدايق صالح وبيشوفه بينضف وبوسخ المكان ان هو بينضف فيه نور بتدخل تقعد في الكافاتيريا اللي طبعا شغال فيها ابوها وهي طبعا ما تعرفش عنه حاجة بالنسبة لصارة بتاخد تالة وبتروح لمنير في شغله بيفرح بهم جدا بيوصي انس اللي شغال عنده ويجيب حاجات وحلويات لبنته بيعود علشان يتكلمه اما نور وهي بتتحرك كده وبتقوم الكوباية بتقع منها بيروح صالح بسرعة علشان يشوفها وبتعتذر بيلمي الازاز وبقولها ما حصلش حاجة انت كويسة صبعك في حاجة قالت له لا انا كويسة بيلمي الازاز من وراها وبتدولي فلوس بيتحرك جدا وبقولها انا شغال هنا ما بخدش فلوس من حد قالت له انا اسفة جدا قالها اهم حاجة صبعك انت ايدي كويسة فيها حاجة وبيمسك ايديها وبييجي كرم وبيشوفهم مسكين في ايه بعض بيغير جدا وبقولها في حاجة يا نور قالت لا مفيش بالنسبة لسارة اللي بتفتح الموضوع مع مونيرو بتقول له اختك النهاردة كانت بتتكلم مع واحدة اسمها هالنودة كلام مش كويس ما كانش ينفع نية تقوله قدام البنت بيقوله انت جاي وجايب البنت عشان تفتحيني في الموضوع اختي كل شوية اختك اختك في ايه ولا انتي بتتكلمي كده ومتضيقة عشان الموضوع بتاعك اللي مش راضي يكمل موضوع شغلك كمقدمة للبرامج قررت له انا مساعد ما قلتلك ان في ايميل وفي كاستنج ما ردتش علي انت احملتني وقلتلي روحي اعمليه لعشان ولا حتى تتكلمت ولا اهتمت في الموضوع ايه اللي مغيرك بالنحية دي ليه بتتعامل معايا كده انت قلتلي انك هتدعمني ولا اختك هي لمغيرك علي قال لها انتي جاية هنا تعملي مشاكل بينادي على انس ياخد البنت وبيكملوا اخناق مع بعض صوتهم بيعلى بيقول لها احنا مش حينفع نتكلم هنا صوتنا عالي جدا والناس هتسمع بينا خد البنت دلوقتي روحي وبالفعل بتاخد البنت وبتمشي ومنير بيبقى عصبي جدا صالح اللي قاعد من بعيد وبيبص على نور نور كمان بتبص عليه كلم بييجي وبيتدايق جدا وبيقول لها دا عمال بيبوع عليك انتي لازم توقفي عند حده انا بتدايق جدا من نظراته ديك قارت له انت مش ولي امر يا كرم ملكش دعو بي دا راجل كبير قال لها ايوة بس انا خايف عليك قارت له انت ملكش دعو بي ما تدخلش في الملكش في طبعا بتدايق وقال لها انا اسف صالح بيبص النور ونور بتبص له بلاقي بعد جدا صالح بيتكلم مع سعيد صاحب وبيقول له ان فيه بنت محترمة جدا وجميلة جدا انا حبيتها ما عرفش ايه العطفة اللي جات لدي كنت خايف عليها جدا ايه دا تكون انجرحت بجد انا فعلا حبيت البنت دي بيقول له يمكن عشان بتفكرك ببناتك خاصة ان هي اسمها نور لان لما كرم نادى نور صالح اتأثر جدا امنى بتغير جدا من علاقة كرم ونور علشان كده بتتصل بيها وبتقول لها اننا وهو كنا على علاقة قارت لها انت متأكدة انت متأكدة من الكلام ده وكانت طبعا نور منهارة جدا وبتعيط اما ساعدت فبيقول لصالح يمكن احساسك تجاهل بنت دي علشان بتفكرك بحد من بناتك نور بتعيط بعد ما لعرفته من امنى اما بالنسبة المنير بيروح البيت وبيتخانق مع امراته وصارة وبيقول لها انت جايه هنا عشان تعميري مشاكل في الشغل جايب البنت كمان معاكي بتقول له انت شكلك مش بتحبني انت جوزتني لي انت تغيرت علي طلقني بيقعدوا بيهدى وبيقول لها انا اسف جدا بعتذر عن عصابيتي دي ومش بيسيبها غلمة بتبقى كويسة وبتبتسم صالح وايف مع ناصر وبيقول له ان هو بيقترح ان هم يحطوا بعض الاكلات اللي في البيوت الناس ممكن تحبها يعني تمنوا يابسة دولمة تبسي الحاجات دي الناس يحبوها فطبعا بتعجبوا جدا الفكرة ولما بيجي رائف بيعرض علي الفكرة وصالح بيقول له انا كنت بقول يعني اقتراح لكن طبعا بيدعي جدا وبيقول انا قبتلك كزا مرة يا ناصر اقتراح وانت بيكنتش بتوافق عليه بحتوافق لي ده بالنسبة الفاتن بتدخل وبتلاقي جزها جمال بيقرأ في الكتب اللي جابت هالو مروة بتقول لي دي كتب مروة قال لها ايوة قرأت له خلاص حسيبك تقرأ واطلع انا بالنسبة النور بتوصل الكفاتيريا وطبعا اول ما بيشوفها صالح بيبقى فرحان بيها جدا انها رجعت وبيروع علشان قاطر يسلم عليها وبتبقى فرحانة جدا لكن رائف بيجي بيقول له انت وايف بتعكس البنات وعمل مشكلة الناس اتلمت وكرم جه نور بتقول معكسنيش ولا حاجة الرجل كويس معايا وفي منتهى الاحترام مدائنيش وطبعا بتدافع على صالح وبيقول له انه رجل طيب وكويس وانه ما قدش بيعاكسها ولا حاجة ناصر بيحاول انه هو يهدي الموضوع لكن رائف بيقول لناصر انه ممكن يعملك مشاكل بيعاكس في البنات لكن نور بتقول بالعكس يا استاذ ده رجل كويس جدا وعمل ومدايقني وبتروح وبتوعد مع كرم في نفس الوقت كانت قاعدة هناك قامنا في الجامعة مع أمل أمل بتقولها انت ليز عدنا مع نور انتو صحاب واللي شوفكو يقول عليكو اكتر من صحاب كمان بتقول لها انا كنت بقول لها بس على اللي بيحصل وان الكرم انسان مش كويس وبيضحك على البنات انا هقولك على حاجة عملها معايا مش هتصدقيها وطبعا شكلها كده بتجدب وبتخلص الحلقة على كده يطر حتقول لها عمل معها ايه ده كان ملخص الحلقة التسعة ويا رب الملخص الملخص يكون عجبكم وما تبسينيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكو كل جديد اشوفكو على خير باي باي